أهلا بكم خفض مجلس الوزراء رسوم التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية لأول مرة بنسبة 50% في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبموجب القرار تصبح رسوم التسجيل 500 دينار بدلا من 1000 دينار وأن يتم دفع مبلغ 250 دينار بدلا من 500 دينار عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام ويهدف القرار إلى تجييع المؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للإستفادة من إعفاءات وميزات المنطقة إضافة إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين بما ينعكس إيجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى صعيد آخر كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتأمين 3 ملايين و600 ألف دينار هي قيمة المخصصات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال العطاء الخاص بتنفيذ أعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت سوما غور حديثة بنهاية العام وتكليف وزير التخطيط بتوفير 8 ملايين و600 ألف دينار وهي المخصصات اللازمة للعطاء العام المقبل